من الجهة المسؤولة عن جامع الدليل هل أنا لما بروح أبلغ عن وقع أو قضية معينة أو جريمة معينة أروح بالدليل ولا فيه جهة مسؤولة ومنوط بيها تحقيقة زي الدليل وهي معروف المباحث المباحث هي اللي بتبدأ تبحث في الأدلة وتبدأ تعمل تحرياتها لجامع الأدلة العرضها وتقدمها للنيابة فهي دي الجهة المنوط بيها ممكن فيه في الاسم مواطن يجيب لكن الرسمية المطالبة يعني رايح أبلغ عن قضية سرقة تمام هل أنا مطلوب مني أروح أقدم الدليل ولا الدليل لا منوط بالرجال المباحث تحقيق لتحقيق البلاغ ما أنا النهاردة ده بلاغ بالسرقة بيتهم شخص معين لا مش مهم يتهم أنا تسرقت أنت سرقت وعايز تجيب النصرقات أنا تسرقت هل أنا مطلوب مني أقدم الدليل على من ارتكب أزيج جريمة لا بشغلة المباحث لا بشغلة المباحث بس فيه حاجة تانية فيه ملابسات وظروف الواقع أنت عندك شقة وخبر سعادتك وجيت من كنت مسافر وجيت لقيتها مسرقة خلاص أنت هتيجي تبلغ بسرقة الشقة إحنا بنوط بينا كالزباط مباحث إن أنا بقعد أعمل تحريات وأقول لك مين آخر واحد كان مع المفتاح مين آخر واحد عمال كان عندك منت برضو بتساعدني هل المساعدة دي جبارية ولا مساعدة تطوعية؟ لا دي مساعدة متطوعة بس أنت كصاحب شأنه في السرقة هتساعدني عشان أوصل لمسروقاتك ده شيء طبيعي لأي إنسان إذا نرجعها المنوط بيها تحقيق الدليل هي جهة المباحث والتحريات المباحث طيب يا ترى الرجال المباحث أو مان يعاونهم في هذا الأمر يعني أنا الحقيقة بشوف رجال المباحث في مصر عندهم من الزكاء والفتنة لكن في معاونين لهم معاونينهم في البحث هل دول بيبقوا يعني مصدر ثقة مصدر مدربين بشكل كويس على إجراء هذه التحريات تعارف وتعارف على هذا الكلام من زمن الزمن إن الرجال الشرطة بتطوينة إحنا بعمل إيه كرئيس مباحث أنا موزع في مناطق دائرة الإسم اتنين هنا اتنين أم أنا مباحث وإنا مباحث وإنا مباحث وإنا مباحث يجبوا لي يوميا إيه اللي بيحصل في المنطقة بتاعته فبيبقى هو أقرب ناس لأزيق المنطقة وعارف ناسها وعارف رجالها زي ما بلو زمان كان بتعشيخ الحارة ده عارف الدنيا كلها وعارف اللي بيحصل فيها معادش فيه شيخ الحارة ده معادش فيه هو بس مسمى موجود مازال موجود في الاسم لكن ساعتك بالنسبة للزابط المباحث أو رئيس المباحث أنا عندي مناطق والمناطق دي بأنزل فيها أمنا وأمنا مباحث عندي عشر مناطق خمس مأسم دائرة الإسم بتاعي العشر مناطق تمام مناطق بأنزل فيها اتنين أمنا في كل نمط شي بيجمع للمعلومات وهنا كرئيس مباحث مش مطالب إن أنا عنزل الألف في كل شارع وفي كل حارمة وما دولنا عندين إيه أنا بقى دي دي فطنة رئيس المباحث أنا بجيب الناس دي بتاعت المنطقة إيه عندك أول معلومات عندك أول معلومات كذا 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 ما أنا بقى مش حقود أم مصدر واحد ما أنا برضو بجيبت ناس تانية هما تانية برضو بيتبعد موضوع بيجبولي بحيث أن أنا بجيب من كذا جهة المعلومة بتضربة بقى إذن معنى الكلام وعشان المشاهد يعرف المسؤول مسؤولية كاملة عن تحقيق الدليل وإتيانه هما رجال المباحث صح جدا؟ بالضبط